في هذه المواضيع خصوصا في موضوع ساعد المجرد الفنان شوفي على قد ما أنا يمكن عندي سوء تفاهم ما أعتبره نقاش سوء تفاهم مع بعض بنات بلدي إلا و أكون شرسة لما أحد بعيد يتكلم عنهم عنها في الآخر هاي بلدي هاي بنات بلدي اليوم معنا صورتك الفنان ساعد المجرد الله يفكه آه الله يفكه على خير هذا من الأصدقاء كان دفاعك قوي جدا ولازلت أدافع عنه بشراسة لأن أعرف أخلاقها و أعرف أنه إنسان جدا متقف جدا أخلاقي عندنا أخلاق كبيرة و عائلته كبيرة عندنا بالمغرب و أخلاقهم عالية و ممثلين كبار فلازلت أدافع عنه و رغم إدان تأمن القضاء أيوة و أقول كل واحد يتكلم عنه سواء صحفيين سواء أي أحد تكلم عنه أقول له الله لا يحطك في مكانه لأنه هو في موقف صعب حتى عدوي ما أبغي أنحط فيه فالله يفكه على خير لكن اليوم كان لديك انتقاد لادة على كثير من الأشخاص اليوم اللي انتقدوا وجود سعد أو أنها جمعة و أتكلموا منهم اليوم من فنانة تونسية صبري كان لديك رد عليها قاسي قلت لها الله لا يحطك في مكانه يعني أتكلم عن شخص أنا ما عرفه عن قرب ولا متأكدة من صحة الكلام يعني يقول لك ما في اتهام حتى تتبد إدانته هو مو متهم متهم بريء حتى تتبد إدانته بريء حتى تتبد إدانته يعني إحنا نقوم ونتكلم على صفتنا شنو صفتنا منو هو عنده مشكلة الله يفكه على خير يحلها إن شاء الله لأن إحنا كلنا المغاربة نطق نطق فيه في أقليل تتكلم عنا الله يساعدهم فقط الله يساعدهم إن شاء الله اشتركوا في القناة